مظلة المخوف الأوكرانية من حدودها الشمالية مع بيلاروسيا تتوسع وكييف تضع قواتها في حالة تأهب قصوى صحيفة نيزويك الأمريكية تفسر المخوف الأوكرانية المتصاعدة من تنفيذ هجوم جديد من جهة بيلاروسيا بأن موسكو ستنقل إليها حوالي 170 دبابة وما يصل إلى 200 عربة مصفحة كما أن وزارة الدفاع البيلاروسية أعلنت أن ما يقارب من 9000 جندي روسي سينضمون قريبا إلى القوات البيلاروسية على الحدود مع أوكرانيا خلافا للقوات الموجودة أصلا أجواء الترقب هذه تأتي في أعقاب إعلان وزارة الدفاع البيلاروسية عن تعزيز قوات الدفاع الجوي الروسية البيلاروسية المشتركة إضافة إلى تحريك وحدات صواريخ المضادة للطائرات إلى مناطق أخرى مع الحدود الأوكرانية ومع إجراء روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة على فترات زمنية مختلفة يرتفع منسوب القلق من تعرض بيلاروسيا إلى دغوط للانضمام إلى الحرب في أوكرانيا خاصة أن بعض التحليلات ذهبت إلى أن الجيش الروسي ربما يشن هجوما على كييف مرة أخرى تعويضا لإخفاق العام الماضي لكن الرئيس البيلاروسية أليكساندر لوكاشينكو أكد سابقا بأن المناورات العسكرية في بلاده في الآونة الأخيرة لم تكن تستهدف أوكرانيا